المواجهة المنتظرة للاهلي الموسم ده المتش بتاع يوم السبت يتحدد على أساسه من وجهة نظري طبعا بشكل كبير جدا مين فرصه أكبر في صدارة المجموعة واستكمال مشوار والحمد الله أنه الأهلي عايش يعني أحسن رغم الغيابات والإصابات وده اللي قلت لكم في بداية الموسم كل المصاعب والمشاكل اللي قابلت الأهلي في المواسم الأخيرة دي كانت رؤية ودي كانت الحقيقة ولازم نوجه شكر المجلس إدارة ولازم نوجه شكر اللجنة التخطيط والكابتن محمود الخطيب اللي وصل الأهلي وقارى كويس جدا سيناريو الموسم السنة دي وخطت كويس ونفس كويس عشان يبقى الأهلي يوقف على رجله مهما كانت الغيابات السنة اللي فاتت لو تفتكروا كان بيغيب لعب أو بيغيب اتنين الأهلي كان بيواجه مطب صعب وكان بيأثر بشكل كبير جدا على الفرقة السنة دي الحمد لله وعلى ايه مش بكلمكم على مستوى البطولة المحلية بكلمكم حتى على مستوى البطولات الكبرى زي كاس عالم أندية غاب عننا فرقة كاملة ومع ذلك الأهلي قدر ودي واحدة من العلامات اللي تطمن إن شاء الله قبل كمان ما أرحب بضيفي العزيز جدا فاروق عصام لازم أقول لكم كمان أن تشامبيونز ليج هتكون حضرة في كلامنا معامسة أخير يا فاروق مساء الخير يا أحمد مبسوطا معك وأنا جدا ما ببسط وبسعت بك في السادسة هتدي معك بالأهلي سانداونز مواجهة بعد طبعا مواجهة ما بسطتش الجماهير النادي الأهلي قدام الهلاء السوداني كنا متوقعين إنه بعد الأداء الرائع في مطشط بطولة كاس عامل أندية إنه الأهلي هيوصل عروضه القوية لكن العرض ما كانتش على المستوى صح النتيجة إلى حد كبير مرضية لكن طبعا جمهور النادي أهلي مستنى كتير في مباراة سانداونز أي السيناريوهات أقرب من وجهة نظرك لمواجهة السابت اللي جاي والله يمكن مواجهة سانداونز مع النادي الأهلي طبعا اتكررت في السنين الأخيرة كتير جدا خلاص الأهلي تخلص بقى من دافع الطار والانتقام من سانداونز وإدري يتفاق على سانداونز أكثر من أفريقيا طبعا إدري يتفاق على سانداونز أكثر من مرة فاللعبة هتلعب بتركيز كبير مش هيبقوا متوترين ده إنه خلاص سانداونز فريق أنت حفزته كويس ومعاك المدرب اللي كان بيدرب في فريق قبل كده يمكن سانداونز الحالي أقل كتير من سانداونز قبل كده فين جوم كتير رحلوا عن الفريق وما تمش تدعيم الفريق بشكل مثالي وحتى جماهير سانداونز كانت منتظرة صفقات أقوى من كده يمكن شوفنا تعمد تشوف مباراة المريخ واشوف أداء سانداونز كان أداء سانداونز في مباراة المريخ أقل كتير جدا من مباراة الهلال رغب أن ملعب المباراة كان ملعب مثالي طبعا في الملعب ما رحوش السودان تعتبر ملعب محايد طبعا وما رحوش السودان ملعبوش زي الأهلي ساعة ثلاثة دهور اللي أنا ما كنتش عارف لسبب تحدينا أن أنت تلعب ثلاثة دهور يمكن تلعب في وقت هم يعتقدون أن الحرارة العالية بتأثر شوي على فرقة النادي الأهلي فأغلب فرقة أفريقية بتحب التعبك في الجو اللي هم متعودين عليه ويمكن الكاف قال أنه بعد كده الأوقات المباراة هتبقى في الفترة المسائية وفي ملعب مختلفة لكن سانداونز لقى في أجواء مثالية ورغم كده الأداء ما كانش مثالي لو شفنا مباراة المريخ ضد سانداونز المريخ كان هو الأقرب للفوز ضيع حجمتين في منتهى الخطورة وحتى سجل هدف وتم إلغاء الهدف فكان المريخ السوداني اللي هو يمكن يعتبر أقل فرق المجموعة كان خطر كبير جدا على سانداونز فسانداونز ضد النادي الأهلي مش هيبقى الخطر الكبير لو لعبة النادي الأهلي دخلت المباراة بالأسلوب المعروف والأداء اللي شوفناه المباراة الأخيرة ضد مصر المقصة أنا مبسوط جدا بالنادي الأهلي بصراحة مبسوط جدا بموسماني لأن أنت بتدخل المباراة ما تعرفش طريقة اللعب اللي هيلعب بها آخر مباراة رجع تاني لأربعة اتنين تلاتة واحد بعد ما تكلمنا أنه هو في خطة اللعب يلعب بيهم تلاتة أربعة تلاتة واربعة تلاتة تلاتة في خطة جديدة ضافة أربعة اتنين تلاتة واحد وشوفنا الاعتماد رجعت بقى خطة الأساسية بالضبط فلاد الوقت مدرب الخصم داخل لعب النادي الأهلي أنا شeki sin 11 تلاتة تلاتة والخطة ودية أكثر человечهة ممكن تشتت أي مدرب لفرقة أنت داخل الملعب أنا شاعر هل سألعب بثلاتما هل سيالعب بالبكن الطيرين له أدام هل وسيالعب بأربعة مدافعين ده بيشتت أي مدرب ويمكن مدرب ساند اواز أعتقد أنه حلياً لا يعني يجاهز يحضر للنادي الأهلي لأنه النادي الأهلي يقدر يلعب بأكثر من طريق نعب ويقدر يغير طرق لعبه في المباراة من وجهة نظر الشخصية في المباراة القادمة ضد سانداونز الأنسب أربع مدافعين ليس ثلاث مدافعين لأسباب مهمة جدا أهمها الارتداد السريع اللي بيعمله فريق سانداونز فريق سانداونز من أفضل فرقة في أفريقيا اللي بتعمل ارتداد سريع ومرتداد لما شفنا الأهل ضد بالمراس لما لعب بثلاث مدافعين كانت الهجمات المرتدة على النادي الأهلي فيها خطورة شوية بسبب تقدم الظاهرين وفتح المدافعين للمساحات ما بين المدافعين ممكن استغلالها فالأفضل لو مدافع واحد الضرب بتبقى دي خصوصا أن انت المباراة على ملعبك وانت المطلب أن انت هتسيطر على الكورة فأنا أعتقد أن انت ممكن تلعب بأربعة تلاتة تلاتة مع وجود تلات لعبين في وسط الميدان ديانجو وحمدي فتحي والسلية خصوصا أن المباراة تدور المجموعات انت مش مطلب بتحقيق نتيجة كبيرة واحد سفر موقت تاخد ثلاث نقاط فممكن تاخد ثلاث نقاط من واحد سفر فريق هدف واحد فأنت مش محتاج الهجوم الشرس في أرضك غيابات أنا عارف كمان أنه بالإضافة لأنه فيه رجوم رحل وفيه صفقات مكان نتشعل مستقل عارف كمان أنه فيه أسماء من أبرز الأسماء في الفريق هتكون غاهبة عن لقاء السبت اللي جاي أبرزهم طبعا سيرينيو طبعا يعني أعتقد يمكن يكون أبرز أو أهم لعب الفرقة في الوقت الحالي طبعا سيرينيو لعب مهم جدا في منظومة سانداونز ويمكن المدرب لجأ في ضد المريخ وكان بيلعب بثلاثة أربعة ثلاثة خطة اللي بيعتمد عليها مستر موسيماني واللي دلوقتي بقت أنا بشوفها في الدور تريند في الدور المصري كل الأندية دلوقتي بتلعب بالخطة دي فهو لجأ لتغيير الخطة خصوصا لأن سيرينيو لعب ضد الهلال فلعب بخطته العادية أربعة ثلاثة ثلاثة بسيريني وزواني الاتنين أخطر اتنين لعيبة في هجوم سانداونز لكن مع غياب سيرينيو لجأ لأنه تغيير خطة اللعب الثلاثة أربعة ثلاثة العادة موجود صنع لعب صريح في تشكيل سانداونز طبعا غياب مؤثر لكن برضو عندهم عناصر هجومية خطيرة جدا في نقطتين اتكلمت عليهم زي ما قلنا الارتداد السريع لسانداونز والنقطة التانية يمكن لعيبة سانداونز تمتاز شوية بقصر القامة لكن هم خطرين جدا في الكرات السبت بسبب وجود المدافعين بتاعهم المدافعين بتاعهم دايما سانداونز عندهم مدافعين طوال القامة بيقدروا يتقدموا في الكرات السبتة سواء الكرات الركنية أو الكرات السبتة لحدود المنطقة فلازم الآله ياخد باله كويس جدا من الكرات السبتة التشكيل اللعب مباراة المقصة الأخيرة فيه أسماء كتير جدا ظهرت لأول مرة يعني مش لأول مرة يعني كانت ظهرت قبل كتابعا بس أصدقل خدت فرصة كاملة لأول مرة من فترة طويل تعتقد أن مستر مسماني هيعمل تغيير على تشكيلة امبارح يرجع مرة تانية الفريق اللاعب دوري الأبطال ولعب كاس عالم الأندية ولا شايف أنه فيه وجوه ظهرت في مباراة امبارح بشكل كويس استحق أنها تاخد فرصة قدام سانداونز ولا من وجهة نظرك دي ممكن تبقى مغامرة أعتقد في الكرة عند المدربين فيه حاجة اسمها المومنتم بالنسبة للعب المومنتم ده لو لاعب عندك تقلق في مباراة سجل هدف واثنين بتبقى صعب جدا بعد كده تحطه على ديك خصوصا الماتش اللي بعده على طول فأعتقد ميكي أو لويس ميكي سوني هيبقى موجود في التشكيلة ممكن يبقى موجود مكان طاهر في الخطة اللي موجودة وأحمد عبدالقادر أكيد ممكن يرجع تاني وقفش شفناه في المباراة كان متقلق مع حسين الشحادف بصراحة مستر مسماني هيبقى فيه حيرة كتيرة جدا في اختار اللعبة اللي بتلعب تحت رأس الحرب ولكن أعتقد محمد شريف حجز مكانه قدام لكن الوجود أعتقد اللي هيبقى موجود هيبقى أحمد عبدالقادر وقفشة وميكي سوني وبرضو بأكد مرة تانية مع فروق أن برسيتاو جاهز للمشاركة لكن لائق يعني من ناحية البدنية هو ما فوش بيشتكيش من حاجة والحمد لله يعني تطمن عليه لكن طبعا رؤية الجهاز الفني الرجل ده فت ممكن أستخدمه كورقة أساسية الأولى ممكن أستخدمه كورقة بديلة دي حاجة بتاعت ميسر المسلماني محد بشي قدر يدخل فيها يمكن برسيتاو شوية هيبقى مرعب شوية لعيب الجنوب أفريقيا لأنه معروف صمعاته في جنوب أفريقيا كبيرة جدا فلو تواجد في المباراة حتى لو في الشوت التاني خد دقيق هيبقى مرعب جدا لدفاعات سونداونز ولازم أعتقد وجوده في المباراة دي هو حتى بيتم تجهزه من فترة للمباراة دي تحديدا تقييمك للبطولة بشكل عام مين الفرقة اللافتت نظرك؟ في البطولة لحد الوقت يمكن الفرقة كلها مستويات مين كشر عن أنيابه أو مين شايفه مرشح محتمل أن يكون منافس للأهل يعلق والله أنا حاليا مشايف للأهل حالي منافس موجود في القرى يمكن الأندية كلها بتعاني من أزمات شوفنا وفاق ستيف الشاب والزداد بيتبرع له بتمن الرحلة للصفر للجزائر ففي تخبطات كتير في فرق كتير يمكن التراجع شوية عز الصفوف وطبعا ما تقدرش تستبعد فرق المغرب سواء الوداد أو الرجاء لكن حاليا النادي الأهلي مستوى الحالي ومستوى اللي قدمه في كاس العالم الأندية لو استمر بالشكل ده مش يقالي منافس البطولة فرص الأندية المصرية يحنا الكريم مع الأهلي عايزة أسمع منك شايف إزاي مشاركة الزمالك شايف إزاي مشاركة بيرامدز والمصري في الكونفيدرالية والمستوى اللي قدموها لغاية دلوقتي في البطولتين يمكن مسيرة المصري وبييرامدز في الكونفيدرالية تبقى سهل شوية نسبيا من فرق دوري الأبطال الزمالك شفنا في دور المجموعات وجه صعوبات بيترو أتليتكو والتعادل في الديئة الأخيرة وحتى مباراة السنغال كان فيه سوق حظ بيصادف الزمالك لكن أعتقد أنه هو وجه صعوبة لأنه لسه مباراة الوداد بالضبط وجه صعوبة في بيترو أتليتكو هناك هيبقى صعب جدا فالزمالك حظوظه صعبة في المجموعة لأنه صعب المباراة في أرضه ودد بيترو أتليتكو كان لازم تتحسن خصوصا أنها بداية دور المجموعات كان لازم ياخد دفع المواجهتين اللي جايين مع الوداد اللي أولا في المغرب والتانية في القاهرة تبقى مواجهات صعبة جدا لو الزمالك ما خرجش على الأقل بأربع نقطة من المواجهتين هي صعب على نفس التأهل المصري وبييرامدز في الكونفيدرالية شايف مردود مردودهم إيه أو أنا عارف أنه يعني بسفرقش يمكن على المطشطهم بس يعني عارف أنه ممتبع النتاج مقدمين النتاج المصري أعتقد كسب مازينبي واحد من فرق برضو يعني آه مش مازينبي اللي احنا عارفينه يعني بطل القرى لكن في النهاية برضو فريق ليه اسمه وفريق بطل عنده شخصية البطل فكونه يتغلب على إيه دي حاجة تحسب له بيرامدز أعتقد كمان كسب في المباراة الأخيرة أعتقد أهلي ترابلوس الليبي بالضبط يمكن تأهل بيرامدز المصري أعتقد أنه هو هيبقى محسوم بالنسبة لهم المصري بس محتاج يحافظ على استقراره لأنك شفنا تغيير الجهاز الفني والكلام على عدم الاستقرار الفترة اللي جاية ده مهم جدا خصوصا للنادي المصري قدام فرصة زعبية أنه بيلعب حاليا بيمس المصري في طول القرية روح معك للشابينزيج نهاء كلم على مطشط النهاردة الأول لو تحب نعلق سريعا على مطشط النهاردة لا نعلق على مطشط النهاردة نبتدي بإيه نبتدي بليلو تشيلسي طبعا المباراة كانت ممتازة جدا من تشيلسي وحتى توماس دوخل بيسبت دايما أنه هو مدرب المعيد الكبرى شفنا أداء مثالي أعتقد من تشيلسي نباراة الجماهير كلها راضية عن مردود الفريق ضغط عالي من بداية المباراة يمكن كاي هافرتس اللي بدأ المباراة بدل من روميلو لوكاكو كان روميلو لوكاكو مر بفترة هو بيمر حاليا بفترة هو غالبا توقعتك هيكمل مع تشيلسي وانه علاقة متوترة جدا طبعا هو يمكن كان صعب أن أنت روميلو لوكاكو العيب كبير قيمته السوقية كبيرة جدا كان صعب يبقى في انتقال ليناير لأن الفرق في يناير ما بتدفعش فلوس كتير فكان صعب لكن هو حتى طلب بعد التصرحات بتاعته دي كان طلب الرحيل لكن تشيلسي مقدرش يتخلى عنه فهذا الوقت توماس توقل مجبر أنه هيعتمد على روميلو لوكاكو فكي هافرتز كان البديل بتاعه وأثبت نجاحه وسجل هدفه تقولينا كده تقررنا الماتش والإحصائيات نتائج أو الأقام الخاصة بالمواجهة ليل في مواجهة تشيلسي النتيجة طبعا 2-0 لنادي تشيلسي المراوغات نسبة 57% لنادي تشيلسي 58% ليل لأن ليل عندها العيبة مهارية كتير جدا نسبة الاستحواز 51% لتشيلسي 49% ليل تمريرات الصحيحة 543 تمرير لتشيلسي و 518 ليل بنسبة 81% ليل و 85% لتشيلسي تصويبات على المرمى من 9 تصويبات لتشيلسي كان فيه 4 تصويبات على المرمى من 15 تصويب الليل كان فيه تصويبتين بس على المرمى العرضيات 13 مقابل 19 ليل الركنيات كانت ليل المتفاوكة في الركنيات رقمياً مباراة متوازنة يعني يعني تحس أنه الفرقتين كانت سجال بصرف نظر النتيجة طبعاً لصالح تشيلسي في النهاية لكن أصدأ أقول كان فيه إحصائيات دايماً مباراة البلوز الموسم ده مع تومس دخل هتلاقيها دايماً متقربة لكن لو اتفرجت على المباراة والأداء داخل الملعب هتلاقي الفرقة لقصات تشيلسي دايماً متحجمة هتبتدارش تشكل خطورة على المرمى لكن بيقدر تومس دخل في المرشاة الكبيرة يخرج فايز بطل الدولي الفرنسي يمكن بيمروا الموسم ده بفترة انه ده مسكة برضو لأنهم في المركز السابع بعد ما كانوا أبطال الموسم اللي فات وما ضحوش بنجوم كتير من الفريق فالمباراة العودة هتكون صعبة لكن تشيلسي هيتأهل نيجي للمباراة تانية يهر ريال واليوفي اليوفي ساي جداً اليوفي غريب فيه علامات فهم كتير جداً وخصوصاً بعد عودة ألاجري يعني يعني مش ده اليوفي مش ده بطل إيطاليا عشر سنين مش ده الفريق اللي كان بينفس كبار أوروبا على لقب المطولة مش أيام المجد وتحقيق اللقب أنا بكلمك حتى في السنوات الأخيرة في حالة انهيار حصلة في اليوفي طبعاً خلينا نشوف الإحصائات وبعد كده نتكلم عن حالة الانهيار في اليوفي المباراة تاعت بالتعادل واحد لواحد على ملعب فيا ريال التصويبات كان سبع تصويبات ليوفينتوس مقابل تسعة لفيا ريال المراوغات كانت نسبة 58% مراوغات لليوفي نكحة مقابل 46% لفيا ريال نسبة الاستحواز كانت 46% يوفينتوس 54% لفيا ريال التمريلات الصحيحة 81% ليوفي 87% لفيا ريال العرضيات 20 عرضية لفيا ريال مقابل 8 عرضيات فقط لليوفي و4 ركنيات لفيا ريال مقابل 0 وده طبعاً ترجمة لسيطات فيا ريال على المباراة وحتى ضيع فرص كتير وكان أقرب أنه هو يخرب فايز من المباراة لو رجعنا لتشكلة اليوفي وبصنا على أسماء اليوفي اللي كان فيه ندفد كان فيه ديل بيرو كان فيه تريزيجي وأسماء كبيرة هتبص للوقت هللاقي خط ادفاعه وبيتكون من دانييل وآلكساندرو وديتشيليو وكان حتى موجود ليوناردو بونوتشي أو جورجو كليني فريق ضعيف جداً كان أسماء يمكن كان غلط كبير رجوع عليجري وحتى اختيار عليجري لليوفي على حساب ريال مدريد كان معروض على عليجري تدريب ريال مدريد قبل كارلو وانشلوتي وفضل العودة لليوفي كان اختيار خاطئ من يوفينتوس وكان اختيار خاطئ من عليجري الجولة النهاردة فيها موجهتين أنا شايف أنهما فيهم كرة حلوة يعني أتلاتكو مدريد فريق عنده عناصر أنا بشوفه الحقيقة يعني فريق ممتع كاراسكو جوعو فيليكس لويس سوارز كلهم الحقيقة يعني عندهم كرة حلوة وفي نفس الوقت ما تقدرش تقول أنا كنت أصل فترة من فترات منشستر يونيتد ده بالنسبة لي بعد الأهلي على طول فمنشستر يونيتد يبقى منشستر يونيتد وعنده سكواد الحقيقة محترمة ما قدرش أقلل منها يعني برونو فرناندز مع كريستيانو رونالدو يعني اسمها برضو معالة تقيل حتى لو كانوا كبروا شوية زي رونالدو أو كده لكن متوقع أنها تكون مباراة أو مواجهة قوية تنتظرها لو تحب تفرجها كرة يزم تستنى أتلاتكو مدريد في مواجهة المان يونيتد أكيد أكيد يمكن دلوقتي فيه نبرة شوية في إنجلترا طالع عند مانشستر يونيتد ياخد دور الأبطال وحتى الستوديوهات كلها بتتكلم إن التحضير كله في مانشستر يونيتد اللي بطولة دور الأبطال يمكن خلاص الأمل في الدور في المنافسة على اللقب بقى صعب جدا آه فيه منافسة شارسة على المركز الرابع في الدور الإنجليزي لكن في دور الأبطال تركيز اللعيبة منصب على البطولة دي كل التصريحات بتقول إن إحنا إنتم تستقلوش بينا إحنا هننفس على اللقب مانشستر يونيتد دايما النادي كبير وهنفس على اللقب حتى فريد قال إن إحنا هنضحي بالروح والدم من أجل البطولة دي ومن أجل إسعاد الجماهير وجود كريستيانو رونالدو في حد ذاته مكسب كبير جدا خصوصا إنه هيلعب أتلتكو مدريد تاني أفضل فريق مفضل بالنسبة لكريستيانو رونالدو سجل فيه 25 هدف ويمكن أفضل فريق بالنسبة لكريستيانو رونالدو كان إشبلية سجل فيه 27 هدف فوجود كريستيانو حتى في ذكرة كده سيئة مع جمهير أتلتكو مدريد اللي عايرت كريستيانو بعد الفوز على اليوفي بفرق هدفين كريستيانو رد عليهم وقال لهم انتظروني في مباراة العودة وقدري سجل ثلاث أهداف بمفرده ويقود اليوفي للتأهل على حساب أتلتكو مدريد فوجود كريستيانو حتى في الملعب حتى لو ما كانش في مستوى اعتقد ان هو هيسبب هزة كده لدفعات أتلتكو مدريد وحتى جميل ويضيف سخونة على المباراة طبعا يمكن أتلتكو مدريد مين اللي أقرب من وجهة نظرة لا منشستيانو نوت تبقى لك كلام منشستيانو نوت بعيدا عن عطفة لكن منشستيانو نوت أقرب خصوصا ان في غيابات كتيرة في أتلتكو مدريد فيه أنتوان جريزمان ممكن مباشر موجود لوي سواليس مش موجود كراسكو مش موجود كراسكو كمان مش موجود فيه غيابات مهمة جدا عن تشكيل سيمين طبعا حتى راحوا لعب الصين شوية بالزبط ورجعوا تاني لأنه كان لعب مهم جدا في التشكيلة اللي وصلت مرتين لنهاية دوري الأبطال وكانت قريبة من تحقيق اللقب له لتفاصيل صغيرة جدا ضد ريال مدريدي صحيح المباراة التانية على الرغم أنهما مش فرقتين من العار التقيل لكن فرقتين ده أولا دايما عندهم قدر أنهما يقدموا نجوم بالذات كمان الناحية الهولندي يعني آيكس بصراحة مدرسة آيكس في اختيار المواهب وتقدمها أنا بقول لكم من دلوقتي هو هالر وأنتوني الاثنين دول السيزن اللي جاي من قبل ما البطولة تخرص الاثنين دول هتلاقون في اثنين من أكبر أندهة أوروبا والاثنين لحقيقة أنا بشوف أنتوني البرازيلي ده ولد يعني لعيب كبير جدا جدا وممكن جدا يعدي كمان نمار والناحية الثانية بنفك البرتغالي والحقيقة فرقتين زي ما أعطيك مش من الأسماء الكبيرة في أوروبا لكن أنا متوقع أنهم يقدموا بورا فيها كرة حلوة طبعا الفرقتين بيلعبوا كرة حلوة والفرقتين عندهم مواهب ودايما بيتمضوا على المواهب الصغيرة والمواهب الصغيرة دايما بتقدم كرة ممتعة وبتبقى عايزة تظهر نفسها للفرق الكبيرة لو بسيت لآيكس بالذات يا فاروق يعني ارجع كده الآيكس بالتاريخ الورا شوف كم الأسماء اللي خرجت من آيكس نجوم صغيرة ما حدش يسمعنا حاجة وبقى ومن أكبر نجوم أنديت أوروبا هتلاقي أن النجوم دول جابوا لأنديتهم الجديدة ألقاب يعني عشرات الألقاب في الدوريات الأوروبية في البطولات الأوروبية هو آيكس يبقى واحد من أفضل مصانع تفريغ النجوم في أوروبا كلها ودايما الفرق ويسوارس خرج منهم من عندهم إزلاتان إبريموفيتش خرج منهم مارك أوفرماوس دينيس بحكام ويسلي شنايدر خرج منهم ويسلي شنايدر والجيل اللي قدر يوصل نص نهائي دور الأطرال كله خرج يعتبر من ديليخت وفاندي بيك وحكيم زياش حاليا دوزان تاديش لعب آيكس وممكن هو أفضل أفضل آيكس وأفضل آيكس وأفضل آيكس في الجيل اللي فات ومرضاش يرحل رغم العروض الكتير جدا اللي جات له لكن فضل فضل الاستمرار مع آيكس آيكس وبين فيكا مباراة تبقى ممتعة جدا هيبقى فيه غلبة آيكس طبعا آيكس بيمر بفترة ذهبية مع إيريك تينهاج اللي هو بالمناسبة مرشح لتدريب منشستر يوناتد إيريك تينهاج دخل فيه عشر أهداف بس الموسم ده في الدورة الهولندي يمكن وسجل أكتر من مئة هدف فأنت بتتكلم في فرقة خارقة هو تعرض عليه قبل كده ورفض أعتقد هو تعرض عليه تعرض عليه بعد الجيل الزهبي اللي كونه مع آيكس أنه يرحل عن الفريق لكن هو فضل أنه تسليم يكون جيل جديد ويسلمه لإدارة آيكس وبعد كده ياخد الخطوة الجاية اللي هي خلاص في الصيف الجاية هيخرج تينهاج ويمكن مانشستر نويتد أقرب فريق اللي يضمه هو حق العلامة الكاملة في دور المجموعات وهو الفريق الأقرب للتأهل عنده نجوم كتير يمكن بن فيكة بس ممكن النجوم اللي نقدر نتابعه في المباراة هو دارو النونيز المهاجم الأوروغواني من الكنترول وسائلتي بيقولك من أرقام آيكس أمستردام في آخر عشر مباريات أحرز الفريق تسعة وتلاتين هدف واستقبلت شباكو هدف واحد بس عشر أهداف طوال الموسم ده صعب جدا يعني فرقة ورغم كده فرقة هجومية جدا لو تركت على المباراة هو بيعتمد دايما على أسلوب جوارديولا السلوب الاستحواز وعلى الكورة والهجوم بكسافة هجومية أن انت ما تديش الفرقة للأصدق أصلا فرصة أنها تهجمك هو ده العشر أهداف دي مش يمكن جودة فردية لإدفاع آيكس لا هو ما بيديش الفرقة للفرقة التانية الناس تحوز على الكورة عشان تهجموا أصلا ده يمكن حالية منشستر سيتي بيتصدر أفضل بسبب الطريقة دي أن انت ما تديش الفرقة للفرقة اللي أصدق أنها تهجمك وتوصل للمدافعين فآيكس فرقة بصراحة منظومة حلوة جدا ممكن المباراة هتبقى ممتعة لكن طبعا مباراة منشستر النهاردة قتلتكم أدريد هي الكريزة بتاعت اللقاء من التمن جولة أو تمن اللقاءات احنا جولتين على مدار أسبوعين شفنا أربع مواجهات الأسبوع اللي فات وأربع مواجهات هل كشف البطل عن شخصيته لغير دلوقتي ولا المفاجأة توردة في نسخة السنة اللي فاتت ناس كتير اتكلمت عن الباير ناس كتير اتكلمت عن پي اج جي ناس كتير اتكلمت على منشستر سيتي وفجئنا في الآخر بتشلسي على منصة تتويج هل تتوقع سيناريو مشابه للسنة اللي فاتت ولا البطل بالنسبة لفاروق واضح من دلوقتي لا البطل مش واضح يمكن التوقعات بتشير لبعض الفرق لكن دايما مباراة دور الأبطال بتبقى فيها سيناريوهات مختلفة دايما الفرق اللي بتبقى أوفر حظا بتواجه صعوبات مع الضغوطات خصوصا الفرق اللي محققتش الأهداف بقالها فترة سواء باريس سان جرمان أو منشستر سيتي اللي هما بيوصلوا لمرحلة ربع النهائي ونص النهائي الضغوطات دي بتحولهم لفرق أقل كتير جدا من مستوىهم بتشوف منشستر سيتي بيكسب 5-0 ديد سبورتينج في دور الستاشر ومستوى عظيم جدا لكن تعال اتفرج عليه مثلا في مباراة نص النهائي أو ربع النهائي لما الضغوطات بتزيد والهدف الأكبر بالنسبة لمنشستر سيتي فرقة بتنفق مليارات وباريس سان جرمان اللي أنفقت مليارات بيبقى على ضغط زيادة جدا على العيبة سدقني قبل مباراة نهائي دوري الأبطال ان شاء الله بإذن الله أنا هكلم بيب جورد يول أقول له أرجوك في مباراة النهائي بالذات بلاش فلسفة زيادة بلو تأهل لا بس ان شاء الله بإذن الله أنا شايف السيتي السنة دي بيقدم يعني مستويات يعني مش حكاية الخامسة بتوعب سبورتينج مش بونا لا يعني الفريق الحقيقة ويسيبك من سقط التوتنهم لأنها مباراة لها يعني خد بالك الفترة اللي جاة تبقى صعبة في دورة الإنجليزي جدا 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 سواء على ليفربول أو على منشستر سيتي طيب عايز أخد رأيك في المواجهات المنتظرة بعد الجولة الأولى بتاعت الإسبوع اللي فات في ماتشاط الناس متفقأ أنها حسمت خلاص المواجهة يعني فوز الليفر على الإنتر في ملعبه 2-0 بيقول أنه ليفربول خلاص وصل للدور الجاية وأنه إنتر بيوضع البطولة تتفق ولا شايف أنه الإنتر قادر يرجع في الأنفلد لا صعب الأنفلد صعب الأنفلد ما فيش يعني ما فيش فرق حتى حققت في نتائج مكسب بقى لفترة طويلة فترجع من نتيجة 2-0 لا صعب جدا صعب ليفربول حسن بي أجي كاز على الريال في الـ 94 في فرنسا في بارك دو برنس في نتيجة 1-0 هل شايف أنه فرص الريال برضو ما زالت قائمة ولا أنه البي أجي هيواصل العرض المبهر والممتع هقول لك حاجة المباراة دي بزياد المباراة دي بزياد هتعتمد على تكتيج كارلو أنشلوتي كارلو أنشلوتي لو فتح الملعب وتنازل عن أفكاره في مباراة الزهاب وفتح المساحات لمبابي ونيمار وفتح المساحات لباريس سان جرمان ريال مادريد هيخرج وباريس سان جرمان هيقدر يكسب في السانتياج وبرنبي لكن لو بدأ المباراة بشكل متوازن ولعب واقعية هيقدر يرجع في النتيجة بمناسبة الكلام على أنشلوتي شايف أنه شايف إزاي مستعب الأنشلوتي في الريال في ظل الكلام من فترة طويلة على عودة زيدان في بعض الكلام أو التقرير صدرت بتقول أن فتشتينو من المرشحين لتولي مسؤولية التدريب الملكي شايف قصة أنشلوتي ووقاعه أو استمراره خصوصا لو خرج من دولي الأبطار يمكن فلورنتينو بريز رئيس ريال مادريد هو جايب أنشلوتي لأنه أنسب مدرب يقود المرحلة الحالية هو مش عايز يصرف فلوس وبقاله سنتين ما جابش تعاقدات كبيرة يمكن كما فينجا بس هو الصفقة اللي دفع فيها 40 مليون لكن بقاله سنتين ما جابش تعاقدات كبيرة فهو محتاج مدرب بخبرة كارلو أنشلوتي عشان يقدر يعدي الفترة الانتقالية زي أي دولة ما بتحتاج رئيس انتقالي تجيب رئيس انتقالي صاحب خبرة يقدر يعديها الفترة الانتقالية وبعد كده دعا استقناني فلوق أنه ندي بحجم ريال مادريد ما كانش مخطط لعملية الاستبدال والتجديد يعني 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 هو بيتخلى عن نجومه زي كريسان رونالدو وجارث بيل ورفايل فاران وسيلجيو راموس ما كانش حطت الخطة إزاي يحصل ده بالتدريج بحيث ما يحصلش هزل الفريق أو انتكاس على الفريق فيتراجع بالشكل لا طبعا كان فيه تخطيط بس هو كان فيه موسم لازم يقع منك لأن انت عندك كليان يمبابي هتدفع فيه 150 مليون وهتقدر بعد موسم واحد تجيبه بالمجان فأنا أولا أن أجيبه بالمجان وقدم له الإغراءات دي في راتب فكان فيه خطة خصوصا أن الملعب الجديد لازم تصبر عليه على الألسانة شفنا دلوقتي الأخبار بتتوالع على العروض قادمة لرعاية ملعب ريال مدريد والإقامة عروض والإقامة حفلات وريال مدريد بياخد 800 مليون وريال مدريد بياخد من جراء الملعب تجديد الملعب بتاعه وتحويله زي ما شفنا في حلقة سابقة وتحويله لأنه يبقى مصرح ويبقى مكان يشهد حفلات ويشهد قدوم حتى المباراة الدوري للكرة القدم الأمريكية فريال مدريد هو الموسم ده كان فترة انتقالية لكن بعد كده شفنا كلام على إيرلينج هالند شفنا كلام على أمبابي فأعتقد أن كارلو أنشلوتي بعد نهاية الموسم هيكون في مراجعة وتغيير للجهاز الفني بوشتينو وارد يكون سيناريو مطروح في منشستر يونيتد وزيدان سيناريو ممكن يبقى وارد في PSG زيدان في PSG أنا بشوفهاش وقعية بصراحة هو الراجل مشجع متعاصب لمرسيليا وجماهير مرسيليا حتى بتحب زيدان جدا وزيدان مرتبط بجماهير مرسيليا وإحنا عارفين العداء الكبير جدا ما بين مرسيليا وباريس سان جرمان وفرق الجنوب وفرق العاصمة فأعتقد أنها تبقى صعبة جدا أن جماهير فرنسا تشوف زيدان موجود في باريس سان جرمان تمال يتباع لما يتباع إن شاء الله يبقى زيدان لنصيب في تدريب مرسيليا اللي كان بالمناسبة من كجيل ده ما شفش مرسيليا لكن مرسيليا كان واحد من أكبر فرق في أوروبا في نهاية تسعينيات وكان بينافس وحقق بالفعل لقب أعتقد دوري أبطال في سنة من السنين فرق في التسعينيات فكان واحد من الفرق الكبيرة اللي كان بيلعب لي كبار نجوم العالم وبفتك إنه على ما أتذكر يعني لو أذكرها ما رحتش إنه عبيدي بيري كان بيلعب في مرسيليا كان بيلعب في مرسيليا نجمغانا طبعا الكبير ولعبة كتير جدا منهم فرانك ريبري ولعبة كبار جدا في فرنسا كان هو أول فرق منتخب الفرنسي لما بدور على لعبة يروح لمرسيليا طبعا صحيح صحيح نورتنا وشرفتنا وبشكر وجودك معنا نهاردة فاروق شكرا أحمد سعيد نبرا معك دائما إن شاء الله نتقبل على كل خير حلقة الأربعة الجاي ونغطي مع بعض ونتابع ونشوف الشامبيونز ليج بصلت لغاية فين وإن شاء الله يعني وأنا بقابل حضراتكم من المرة اللي جاية هيكون اللقاء طبعا قبل مباراة سانداونز نتكلم فيها على اللمسات الأخيرة إن شاء الله يكون اللقاء موفق وتكون نتيجة كويسة ناخد بها الصدارة في المجموعة لأول مرة ونزيح شوية ونبعد فريق سانداونز عن صدارة المجموعة في الفترة اللي جاي بشكر حضراتكم على المتابعة وعلى كل خير نتقابل إن شاء الله على شاشة الأهلي لأسبوع اللي جاي شكرا لكم وتحياتي لكم